السلام عليكم إخواني أخواتي محبين ومتابعين في كل مكان ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بريزما المعلوميات كيفية إنشاء موقع على وورد بريس من خلال استخدام خدمة كرود وايز هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم بعد الفاصل سنواصل لا تذهبوا بعيدا أعزائي الكرام ولا تنسوا دعمنا بلايك وتعليق محفظ مرحبا بكم إخواني أخواتي في كلود وايز للحصول على الاستفضافات بطبيعة الحال إذا كنت تريد العمل على الإيكوميرس أو أي مجال آخر فلديهم استفضافات رائعة جدا وبأتمينة مميزة اليوم إن شاء الله سنتعرف كما قلنا على كيفية إنشاء موقع باستخدام يعني وورد بريس وعن طريق خدمة كرود وايز لإنكلك العمل على الايكوميرس كما قلنا وعلى العدي منها الأشياء لديهم برايس جيد في الدجيتال يعني أوصين بطبيعة الحال وكذلك فولتر ويعني يعني مقارنات كما تشاهدون هنا يعني كما تشاهدون في منسبة الدجيتال أوصين الخاص بهم فهو بأسعار جيدة كما تشاهدون ستاندار وكذلك العادي فلاحظوا بخصوص يعني كما تشاهدون وورد بريس هنا يضار دجيتال أوصين وكذلك فولتر يعني ووكوميرس وخاص بأمازون كما تشاهدون لديهم كذلك العديد من الحلول للعديد من المشاكل بطبيعة الحال والعديد من الفوائد إذن تقوم بدخول وشيرة الضمين الخاص بك عن طريق يعني أي منصة يعني أو 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 كما تشاهدون سنقوم بالشراء من هذه البلاتفورم بطبيعة الحالة المعروفة ثم بعد ذلك يعني يجب أن تقوم بالحصول على الضمين الخاص بك تقوم بالدخول إلى إعدادات بطبيعة الحال بعدها يعني ستتمكن من يعني آآ الضغط على آدد أبليكيشن من أجل آآ إضافة يعني آآ الخاص بك آآ بطبيعة الحال وصيين الخاص بك يعني هنا الهوستينغ الخاص بك الاستضافة نقوم الآن بإضافتها هنا من خلال بعد ذلك تقوم بالدخول إلى الأبليكيشن وتستجد الورد بريس ستجد الوكوميرس ستجد العداج من الأشياء بطبيعة الحال نعود إلى آآ الورد بريس ونقوم بتخديد تحديد يعني آآ وصيين بطبيعة الحال كما تشاهدون نقوم بالخاص بكلاود وايذ آآ بعد ذلك نقوم بإدخال الاسم الخاص بها يعني نقوم بتحديد أي اسم كما تشاهدون بالذلك يعني نقوم بعمل يعني آآ آآ وتشينج بطبيعة الحال آآ أو ادد بطبيعة الحال اذا الآن آآ نقوم مباشرة بالدخول ونقرأ على هذا الزر مباشرة بعدها نقوم بآآ اختيار يعني آآ الذي قمنا بإضافته آآ بعد ذلك مباشرة سيكون لدينا العكسي لأضيطير خاص بك هنا لك الرابط والآد من هنا الرابط نقوم بالنقرأ علينا وتصفحه بطبيعة الحال كما تشاهدون يعني الرابط فهوى الآن شغالي يعني كما تشاهدون اذا الآن كيف يمكنك أن تحوله من وورد بريس وتربطه يعني يصبح الضوامن الخاص بك مباشرة انه الذي يزن ايميل الباسورد الخاص بالبانيل الخاص بك تقوم بالدخول الى السبان الخاص بك وتقوم بدخل الايميل الباسورد على وورد بريس عادي جدا بدون اي مشاكل ذلك كذلك حتى اليوزر نعيم نقوم بالدخول الى الواجهة الرئيسية والتشبرد الخاص بنا على وورد بريس نعود الى كما تشاهدون اه الذين الاكسي اه الخاص بنا بطبيعة الحال اذا هنا اخواني اخواتي سنقوم بالنقرأ على اه يعني كما تشاهدون اه الابليكيشن وورد بريس الخاص بنا التي قمنا بانشايا نقوم بالدخول الى يعني بعد ذلك يعني نقوم بادارة الخاص بك بضاء باضافة الخاص بك هنا يعني تقوم باضافة الخاص بك هنا الذي قمت بشرائه من او 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 اي من نصة اخرى اذا نقوم الآن بادخال الخاص بنا بعد ذلك نقوم بنقل على ادت مباشرة ننتظر بعد الدقائق حتى يتم اضافته ثم مباشرة اخواني تجدونه في يعني تمت اضافته اه بطبيعة الحال ده نقوم بالنوع عودة مرة اخرى الى اكسي بتابعة الحال ثم نقوم بعمل يعني الكوبي لهذا بتابعة الحال ثم نقوم بالدخول الى في بطبيعة الحال ثم نقوم بإضاءة اختيار تيب اه بالنسبة لنيم بطبيعة الحال وتركه يعني بهذا الشكل يعني عادي جدا يعني كما تشاهدون بالنسبة لبوينت ستو يعني هذا هو الذي ستطع فيه دي اين اس ثم بعد ذلك تترك هذا واحد يعني عادي تقوم بالنقر على ادت مباشرة يتم اضافته هنا كما تشاهدون اخواني اخواتي اذا الان نعود ونرى انه متوفر يعني متوفر بطبيعة الحال اذا نقوم باضافة ويعني اكمال اعدادة دينيس يمكنك عمل ايديت يمكنك عمل ديليت في اي وقت اذا نعود الى مرة اخرى يعني هنا كما تشاهدون نقوم بتحديد اه الضمين الخاص بنا كما تشاهدون يعني اه كان عبر عن ارقام وما الى ذلك ان نقوم بالنقر على هذا الخيار ميك ثم مباشرة يعني اه نقوم بعمل هذا الابديت من اجل ان اه يصبح بريماري يعني يصبح بريماري اللي يكون بطبيعة الحال نعود الى هوستينجر مرة اخرى واحدة ان هذا هو الضمين الخاص بنا على هوستينجر يعني نعود من اخرى الى اه الوجهة الخاصة اه بنا في اه بطبيعة الحال اه لاحظوا الان كيف اصبح اذا نقوم بالنقر على اه شهادة الاس اس ال سرتيفيكيت نقوم بالنقر على لتس انكريبت واشرطا اه يعني هنا في الضمين الاول تضع عادي وفي الضمين التاني نلتضع ضبلي 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 هنا يجب ان تقوم بعمل يعني ان يكتم اه اه رينيولي اوتورينيولي يعني مباشرة مباشرة تدخل الى السيباني الخاص بك مباشرة بعد ذلك تقوم بعمل كوبيل يزرين والباسورد وتدخل الى الوجهة الرئيسية الخاصة بك ان هنا يمكنك اظهار الباسورد الخاص بك على اه يعني الادمن بانيل يمكنك تغييره يمكنك عمل اي شيء ويمكنك اظهاره واخفائه في طبيعة الحال ثم اه لديك خيالات اخرى هنا في اه الورد برس يمكنك التحكم في اي شيء هنا كما تشاهدون شهادة الاس اس الفا انت تتحكم فيها هنا شكرا لكم اخواني اخواتي على طيب المتابعة اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محافظ واذا كانت هذه اول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باخر مستجدات القناة اشتركوا في القناة